تستخدم كثيرا بين الشباب والسنابات والسناقرامات وكذا يعني لاصلا موقف يقول او ماي جاد حتى بذهب التعليقات يكتبون او ماي جاد طيب ليش يقولون او ماي جاد لان اختصر نقول تاشابو هنبل الغرب وهذا وكذا معاشي اوكي نشوف اوكي مقصد انه اونا نفهم ليش اولا نرد للاصل باللغة الانجليزية القديمة او هى اساسا نداء وكانت تكتب بدون الـ على فكرة في الانجليزية القديمة ملح عريم حتى لما تسمعون مثلا لما احد مثلا يدخل بيته يقول اوه هاني هاني عسل ينادي زوجتا يقول هاني عسل بس ليش قال أو هاني أو مثلا تقول له أو دير لأن من الإنجليزي القديمة الأو ترى مو معناتها الدهشة نحن نظن أن أوه بمعنى أنه انبهر فقال أوه من المصدر الأساسي النداء فهو موقف دعاء باللغة يقال زي طيب ليش تشبهن بالغرب جواب جاهز صحيح سليم 100% نضيف عليه عوامل أخرى شاف أفلام كثيرة مسلسلات رسومة حركة متأثر فيهم ويحاول أنه يستحضر لك الجو الكوميدي يعني هو مثلا ما يبي يقول في موقف فكاهي يقول دعاء حقيقي على موقف فكاهي فهمين علي فهو يستحضر حالة الأفلام يستحضر مثلا جو مزاج إن المشهد اللي هو يشوفه كوميدي مثل اللي ينشاف في الأفلام ترفيهي فهذا عامل لازم إحنا ما ننكره نفس الوقت كل العالم العربي لجاء ينكت يستخدم اللهجة المصرية لأن قوة الإعلام المصري فرض لهجته على الآخرين يعني حتى إذا واحد أراد يعني 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 يعبر عن أنه الآن رح يكون فكاهي فيقول إيه ده وتلقى ماذاهم بلده يحضر من العراق من الجزائر من كل المكان لجاء يدلب على اللهجة المصرية يعرف أنه يقصد المزاج الفكاهي لأنهم برعوا في هذا المزاج الدعاء ففي أحيانا تفكر في كلمات تختصر وتقول لا تقليد الغرب وهذا صح 100% صح بس في عرام الأخرى وفي أكثر وأكثر في حلقات قادمة Oh my God ما عددني للايك Yeah